السلام عليكم أصدقائي الصغار مرحبا بكم جميعا في قناتي حصة اليوم من مقرر المفيد في الرياضيات للسنة الأولى من التعليم الابتدائي أصنف الأشياء أول حاجة نقرأ هذه الأهداف التعلمية أصنف الأشياء حسب خاصيات اللون والشكل والحجم والطول بمعنى أننا أخصنا نعرف ونصنف الأشياء حسب الشكل ديالهم والحجم والطول واللون نمشو لهذا لنفهم ونطبق لنلون الأشكال حسب التوجيه شنو أعطنا هنا أعطنا هذا الشكل مربع ملون بالأصفر بالنسبة للشكل مستطيل ملون باللون الأزرق وبالنسبة للقرص هذه الدائرة هذه الدائرة أو القرص ملون باللون الأحمر ثم هذا الشكل على شكل مثلث ملون باللون الأخضر نبدأ باللون بالشكل الأولاني اللي هو الشكل المربع نقلبه هنا يكفينا هو الشكل المربع نلونه باللون الأصفر عندنا هنا هاد الشكل هادا مربع وعدنا هادا وهادا نمشي والشكل الثاني اللي هو مستطيل نلونه باللون الأزرق عندنا هاد الشكل مستطيل بحال وبحال هادا وعدنا هادا وهادا نمشي والقرص اللي هو ملون باللون الأحمر عندنا هاد الشكل نلونه باللون الأحمر وهذا وهذا نمشي والشكل شكل المثلث عندنا هاد شكل مثلث ملون باللون الأخضر 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 أولاً أشطب العنصر الداخيلة في كل مجموعة عندنا ثلاث مجموعات المجموعة الأولى خاصة بالقريات أو ما يسمى بكيف كتقولوا لي يعني عندنا هنا مجموعة عندنا بزاف ديال البي هنا على شكل شكل دياله صغير وعندنا واحد لشكل دياله كبير يعني فينا هو العنصر الداخل هو هذا المجموعة الثانية يا مجموعة المسامير ليش شفتوا هنا يا هاد المسامير يعني هاد المسامير الشكل ديالهم كبير إلا واحد فيهم صغير يعني فينا هو العنصر الداخل وهذا هنا مجموعة ديال الحلويات دي بومبون عدنا هنا يات الشكل صغير إلا واحدة فيهم كبيرة دونك فينا هو العنصر الداخل يا هادي مشيول ثانيا ألاحظ الألوان ثم أشطب العنصر الداخل عدنا هنا مجموعة من المثلثات اللون ديالهم أخضر إلا واحدة منهم إلا واحدة منهم باللون الأزرق يعني هنا فينا هو العنصر الداخل هنا هي هادي يعني مثلث ملون باللون الأزرق يعني هنا هنا أشمن خاصية استعملنا أعتمدنا على خاصية اللون هنا مجموعة من المثلثات باللون الأخضر إلا واحدة باللون الأزرق مشيول ثالثا ألاحظ الأشكال ثم أشطب العنصر الداخل عدنا هات الشكل مستطيل باللون الوردي مستطيل باللون الأخضر ثم مستطيل باللون الأصفر وهنا يا مربع يعني فينا هو اللون فينا هو العنصر الداخل العنصر الداخل هو المربع يعني اش من خاصية اعتمدنا عليها هنا يا اعتمدنا على خاصية الشكل هنا كلهم الشكل ديالهم مستطيل على خاصية خاصية الشكل اعتمدنا هنا يا مجموعة من المستطيلات إلا واحدة مربع نمشيول الصفحة رقم 12 رابعا أحيط الفواكهة التي أعطت هذا الكأس من العصير إلا شفتوا هاد الكأس هذا هو اللون دياله برتقالي أنا مش من فاكهة اللي غا تعطينا هاد الكأس من العصير هاد اللون البرتقالي واش تفاح الأخضر ولا الإجاز ولا البرتقال ولا التفاح الأحمر أنا وحدة من هاد الفواكه اللي غا تعطينا هاد الكأس هاد من العصير يعني بيان يعني من طبيعة الحل البرتقال يعني فاكهة البرتقال لغا تعطينا عصير البرتقال خامسا أحيط المجموعات حسب اللون ثم أصل كلا منهما بالكيس المناسب نشوف هاد القريات كاينين باللون الأحمر باللون الأخضر باللون الأزرق يعني قال لك وحيطه هي ندور ندور المجموعات حسب اللون إلا شفنا اللون الأحمر يعني فينا هما القريات اللي اللون ديالهم الأحمر يعني هما هادو نمشيو القريات باللون الأخضر نمشيو اللي باللون بالنسبة القريات باللون الأزرق وما هادو ندورو عليهم كما هاد شكل هادا صافي؟ دبقى شنو شنو قل لك في السؤال تاني ثم أصلوا كلا منهما بالكيس المناسب عنا هنقدنا هنه هاد الكيس باللون الأخضر كيس باللون الأزرق ثم كيس باللون الأحمر عدنا هاد المجموعة ديال القرات باللون الأحمر فين ندوروهم؟ ندوروهم في الكيس لبللون الأحمر يعني هنا أعتمدنا على خاصية اللون هادو نجيبوهم لهنا يا القرات باللون الأخضر يعني هنا يا سادسا أشطب مالا يوضع في العلبة يعدني العلبة خاصنا نديرو فيها شوكة وملعقة عدنا هنا شوكة مفاكل براغي أو ما يسمى سنقول للتورنوفيس وش نديرو هنا يا لا يعني نضربو عليه ملعقة شوكة شوكة سيكين يعني سيكين يعني ما خصناش نديرو فيها العلبة هادي عدنا ملعقة شوكة سيكين يعني هادو هما الأشياء اللي ما خصناش يديرو فيها العلبة هادي سيكين مفاكل براغي ثم سيكين نمشيول سابعا أحيطو خشيبتين غير مناسبتين للعلبة نمشيو كينا هادو العلبة هادي على هاد الشكل فينا هما الخشيبتين اللي ما خصناش يديرو هنا الشكل ديالهم ما يمكنش يديرو في هادو العلبة هادي هادي وهادي غايد ديرو وي هادي وي هنا وحدا فيهم ده اللي ما يمكنش نديروها هنا في هادو العلبة عدنا هادي علاش حيتاش طويلة بزاف يعني هنا يعتمدنا على خاصية الطول هادي طويلة بزاف اللي قدرناها هنا ما يمكنش وهادو العلبة قصيرة وهادو الخشيبة طويلة بزاف يعني هادي قل لك أحيطو يعني أندورو عليها أندورو وعد ناحتي هادي نمشي والألاحظ ثم أشطب العنصر الداخيلة في كل مسمكين عدنا في المسمك الأول مجموعة من الأسماك من نفس الحجم إلا واحدة صغيرة جدا يعني هذا هو العنصر الداخيل المسمك الثاني هناك مجموعة من الأسماك يعني نفس الشكل إلا هذا الشكل ديالو مختلف على هادو شفتوا لشفتوا مزيان الشكل ديال هادي ديال هادي ماشي بحال هادو يعني هنا في نوع العنصر الداخيل هي هادي في المسمك الثالث هناك مجموعة من الأسماك يعني الحجم ديالهم كيف في المسمك الثالث هناك مجموعة من الأسماك الحجم ديالهم كيف كيف إلا واحدة الشكل ديالها كبير بزاف دونك في نوع العنصر الداخيل هي هادي وصلنا النهاية ديال فيديو أصدقائي الصغار متمنى تكونوا فهمتوا شوية و تابعوني في الفيديو الجاي إن شاء الله موسيقى شكرا